فإزلنا هذه المواعيد لنطهر زواتنا من كل دنس الجسد والروح المكنسة دي هتكنس كل حاجة في البيت أول حاجة أفكر فيها هي الطراب اسم البرنامج المكنسة باسم الأب والابن الروح القدس مسئلان واحد أمين أحباؤنا مشاهدي قناة الحرية أهلا بكم معكم في برنامج المكنسة احنا لسه في المشاعر اللي عاوزين نكنسها من داخلنا عشان نور المسيح يخش حياتنا وربنا يسوع المسيح يتبوأ على عرش حياتنا الداخلية أكلمكم نهاردة في مشاعر التفاؤل والتشاؤم خلينا نبتدي بالتشاؤم في ناس بتتشاؤم بأرقام رقم 13 مثلا حتى في بعض اللي كندات نلاقيه 12-14 يتشاؤم باليوم الثلاثة وفي ناس يتشاؤموا بأيام طب في ناس بتتشاؤم من يوم الجمعة طب ليه ده المسيحة تصلب في يوم الجمعة في ناس بتتشاؤم من أشخاص يقول لك فلان ده أنا بتشاؤم منه مجرد أن أنا أشوفه لازم تحصلي كارثة واحد مرة قابل كاهن فبيقول له يا ابونا قال له نعم يا ابني قال له أنا مش هقدر أركبك يا ابونا معاه في العربية لأه وقف في الشارع قال له ليه يا ابني قال له كل ما بركب كاهن بتحصلي كارثة في اليوم ده هو قال له يا ابني ربنا بيديلك حسب إيمانك ومرضيش يركبه لأ لا نتشاؤم ما نربطش الحوادث ببعض واحدة دخلت النجفة اتطفت التلاجة باصت ده عمر افتراضي عمر افتراضي ولكن الشيطان بقى عاوز يربط بين الحوادث وبين الأشخاص ده التشاؤم في ناس بتتشاؤم من أماكن معينة في ناس بتتشاؤم من أشخاص معينين في ناس بتتشاؤم من أرقام في ناس بتتشاؤم من أي حاجة أيا كان السبب في ناس بتتفائل بقى يقول لك ايه أنا كنت لابس الأميس ده هو وروحت الانترفيو فأنا اتقابلت فالأميس ده كل انترفيو لازم ألبسه وبص لاقي الولاد التلامزة لابس فانيلا كده مطع قال له ليه حبيبي كده قال له السنة بتتفائل بالفانيلا ده هي في ناس بتتفائلوا من أشخاص يقول فلان ده أنا قابلته في ناس بتتشاؤموا طب البومة ده هي البومة دي احنا في مصر مثلا بيقول ان احنا بنتتشاؤم بها طب هنا في أمريكا بيحط البومة شعار للتفائل احنا لا نتفائل وانا ده لانتشاؤم الحدوة الحصان ده هي يعملوها معدولة كده يقول لك دي هتجيب اللاك تجيب الحظ يعملوها مقلوبة كده يقول لك دي بتضيع لا 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 الانسان المسيحي لا يتفائل ويتشتل ولا يتشاب احنا بنؤمن ان الله ضابط الكل بيبانتوكراتور ضابط الكل فكل الاحداث هو مسكها في ايده ولكن احنا زي ما قال ايوب الصدق الخير نقبل ما عند الله والشر لا نقبل الشر ده مقصود به مش الاسم والخطيئة الشر ده مقصود به ادقاط يا حبائي الانسان المسيحي مشاعره كلها متجه نحو الله مسلم حياته كلها في ايد ربنا ربنا اللي بيقودنا كل الاحداث انا نفسي كل يوم الصبح نسحى الصبح نقول ايه حتى كده من مزمور حلو او بحبها مزمور 40 عدد 17 بيقول ايه الرب يهتم بيه عاوني ومنقذي انت يا اله لا تبطئ يعني الرب يهتم بيه في كل الاحداث بتاعت اليوم في كل الاشخاص اللي قابلهم اليوم اذا انت بتتشائم من شخص ده فكر من الشيطان اذا انت بتتشائم من رقم ده برضو مشاعر غلط حتى التفاؤل برضو مش مفروض احنا لا نتفاؤل ولا نتشائم ولكن زي ما بيقول داود الصديق نفسي في يديك كل حين واحنا من ايد ربنا نقبل كل حاجة ونحس بحضور الله معانا ربنا يسوع المسيح موجود معانا بيقول داود النبي تقدمت فرأيت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني لكي لأتى زعزة وان سرت في واد زلال الموت لا اخاف شرا لانك انت معي احبائي مشاعر التفاؤل مشاعر التشاؤم مصدرها الشيطان اولا لكي يقطع العلاقات بيننا وبين بعض ان يخلينا نتشاؤم من حاجات معينة او نتفاؤل من حاجات معينة ولكن انسان المسيحي ممسوب بالنعمة في يد الله مسلم حياته وربنا يدينا نعمة ان احنا نعيش في سلام في كل ظروف حياتنا لا نتفاؤل ولا نتشاؤم ولكن نسلم حياتنا ليد الله يقودنا يرتب حياتنا يهتم بينا والى اللقاء في حلقة مقبلة من برنامج المكنسة سلام 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 موسيقى 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 موسيقى